إسماعيل إذن لو تطلعنا على جدول هذه الزيارة لغوتاريش لباكستان نعم في جولته لباكستان من المقرر أن يزور أنتونيو غوتاريش الأمين العام للأمم المناطق المنكوبة في باكستان جراء الفيضانات التي ضربت مناطق مختلفة من باكستان غوتاريش قد أعرب عن قلقه من مستوى الخسائر وكمية الخسائر التي أصابت باكستان على مستوى خسائر البشرية والاقتصادية وغيرها أعرب عن تضامنه وطالب كذلك المجتمع الدولي بالتضامن مع باكستان وأطلق نداء يطالف فيه بسرعة التحرك في هذا الإطار إذن هذه هي أهم أهداف هذه الزيارة تضامن الهان واطلاق نداءات لتضامن الدول مع باكستان غوتاريش من المقرر أن يزور المناطق المنكوبة بنفسه ليطالع على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات التي من المفترض أن تصل للعوائل والأسر والمنكوبين من هذه الفيضانات التي غطت ثلث باكستان حتى الآن والتي تضرر منها ما يقرب من 33 مليون باكستاني بصور مختلفة وأودت بحياة حوالي 1300 باكستاني جراء هذه الفيضانات نعم